تنتظر أكثر من 30 مقاولة متخصصة في أشغال الكهرباء والغاز بولا يتبس تسوية وضعيتها المالية من أجل الحصول على مستحقاتها الخاصة بالمشاريع مناطق الضلة التي تم إنجازها بنسب كبير قاربت المئة في المئة حيث ينتظر أصحاب هذه المقاولات منذ أكثر من السنة والنصف الحصول على أغلفة مالية رغم وجود بند في الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الجهات الوصية يؤكد على التسوية في غضون الشهرين ميكروفون لسليم دريدا لم يكن دفع المستحقات لليوم كان بعض المؤسسات التي لدينا وصلت إلى درجة الإفلاس ومنطقيا سيكون تسريح عمال شيء غير مفهوم على الإطلاق رسلنا كل المسؤولين أغلبهم ممكن أن نستثني مدير توزيع تبسة لأبوابه مفتوحة أمر بقي فائل أبواب موصدة ما زل ما تلقيناش مستحقاتنا العمال راح نوقفهم على العمل الأشغال تاعنا بالتقريب برائمة وقفة وصلنا لكنا على حافة الإفلاس حين اليوم فرنا في الإفلاس نحن نريد أن نوصل صوتنا إلى المسؤولين القائمين على شؤوننا لأنه منذ 2020 طلقينا المشاريع وانطلقنا في الأعمال والأعمال راه متقدمة بنسبة 90% إلا أنه عجز سونغاز عن تستيد فواطيرنا في الآجال المحددة لم يسمح لنا بإكمال المشاريع رئيس أعطاهم تعليمات منطق الظل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ويتم الآن من مارس لمارس 2021 للمارس 2022 أعمد الكهربائية الموجودة لكن الأسلاك ليس موجودة لم يكن لدينا كهربائي اليوم هذا نطلبوا في تلي سيتي تلي سيتي يكشفوا فيهم بطوات عام إزرابينا الباطل ونعمال على ربي من جهتنا يتصنى بمدير الطاقة والمناجم للاستفسار حول هذا الموضوع وكان أرده كتالية حاليا نظرك راهي لمشي إن شاء الله في البنفواء إن شاء الله راهي الإشكال راهي في طريق الحل ربي إن شاء الله ونكملوا البرامج منات قضل هذه إن شاء الله يعني نروحوا لأبعد الحدود إن شاء الله لنكملوها كل برامج أنا في تواصل دائم مع المقاولين هذو ما من أجل تطمينهم أول حاجة لأنهم شركاء يعني مع صنان الغاز يعني شركاء في إنجاز هذه البرامج ربي إن شاء الله الإشكال تحمله في طريق الحل بالنسبة للمقاولات اللي يعني قاعدت تراخح حاليا حاليا ما نقدروش يعني أن نوبلي جوها تخدم كما قبل إذن مشاهدينا